موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية التقى محافظ حضر موت مبخوت مبارك بالماضي فريق إعداد الموازنة العامة لمحافظة حضر موت ساحلا وواديا للعام 2023 واستمع المحافظة من رئيس اللجنة دكتور أحمد سالم باصريح وكيل المحافظة لشيون المالية والإدارية على الخطوات والإجراءات المتابعة في إعداد الموازنة والالتزام بالمؤشرات والأسقف المنظمة لعملية إعداد الموازنة وأثنى المحافظة على جهود رئيس وأعضاء اللجنة في إعداد الموازنة العامة للمحافظة وضررة تسليمها في الموعد المحدد وجه المحافظ اللجنة بالعمل على دمج موازنة الساحل والوادي في موازنة واحدة للمحافظة مؤكدا أهمية العمل المدروس المعزز بالأرقام والخطط الواضحة لتسلي عمل السلطة المحلية والسيري وفق برامج وخطط واضحة تتضمن الاحتياجات ذات الأولوية ناقش محافظة حضر موت مبخوت مبارك بالماضي إجراءات ترسيم المركبات والدراجات النارية بالمحافظة واستمع المحافظة من مدير عام الأمن والشرطة بساحة لحضر موت العميد مطاع المنهالي ومدير إدارة شرطة السير العقيد معمر المجري إلى آلية وتجهيزات إدارة شرطة السير لسناف ترسيم المركبات والدراجات النارية ذلك تنفيذا لتوجيهات المكتب التنفيذي بالمحافظة في اجتباعه الأخير الاثنين الماضي وأكد المحافظة أهمية الإسراع في تنفيذ آلية الترسيم بما يسهم في تسهيل الإجراءات على مالكي المركبات وبما يعود بالنفع على أمن المواطنين وسلامتهم ناقش محافظ محافظة شبوى عوض بن الوزير مع لجنة من مصلحة خفر السواحل برئاسة وكيل المصلحة العميد مسعد علي عدد من القضاء المتعلقة بعمل ونشاط خفر السواحل بالمحافظة وسبل تفعيله وتذليل معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المصلحة وأكد محافظ شبوى أهمية دور قوات خفر السواحل في حماية الحدود الساحلية للبلاد من أي اعتداءات ومحاربة أعمال التهريب والقرصنة فيها مبدئاً استعداد قيادة المحافظة المساهمة الفاعلة في تذليل وتجاوز المعوقات والمشاكل التي تواجه سير عمل المصلحة تفقد محافظ شبوى عوض من الوزير عدد من المرافق والمشاهدات الخدمية في عتق واطلع على سير العمل فيها وأشهد المحافظة بمستوى الخدمات المقدمة في هيئة مستشفى شبوى العام مؤكداً ضرورة مضاعفة جهود لتأمين تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين كما طلع المحافظة على تجهزات الفنية الخاصة بالمختبرات العامة واستمع من مدير فرع المختبرات الدكتور علوي فضل لشرحاً عن طبيعة الخطوات والإجراءات المتعلقة بتركيب تشغيل أجهزة المخبرية وشدد المحافظة على ضرورة سرعة تشغيل هذه الأجهزة الطبية النوعية نظراً لأهميتها في نشاط الخدمات الصحية بالمحافظة وتحسينها إلى ذلك تفقد المحافظة سير العمل في فرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية واستمع من مدير الفرع المهندس عبدالله باق طيان إلى شرحاً عن نشاط الفرع الجهود التي يبدلها من أجل تحسين جودة خدمة الاتصالات وتفسيعها لتصل إلى كافة المواطنين وزار المحافظة كلية التربية بعتقل للطلاع على سير العملية التعليمية وأبرز المشاكل والصعوبات التي تواجهها مؤكداً اهتمام قيادة المحافظة بالتعليم الجامعي التقى نائب محافظة لحج أمين عام المجلس المحلي عوض بن عوض الصلاحي المهندس منيف العقربي مدير عام كهرباء فرع لحج حيث استمع الصلاحي من مدير الكهرباء إلى أبرز الصعوبات التي تواجهه الفرع وكذا مناقشت الاحتياجات وأبرزها مستحقات المحافظة من الوقود لكهرباء المحافظة في محطة عباس ومحطة بئر ناصر كما استعرض اللقاء همما فروع كهرباء المدريات وكيفية متابعة الاعتمادات المستحقة من الوقود سرعة مخاطبة الجهات ذات العلاقة والمباشرة ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد مع مدير عام الأحوال المدنية عوض الدوبة حي عدد من المواضيع المتعلقة بتفعيل عمل ونشاط فرع الأحوال المدنية وأكد الأمين العام السعدات السلطة المحلية في المحافظة تذليل الصعابة التي تواجه الفرع لما فيه خدمة أبناء المحافظة داعيا قيادة وزارة داخلية مثلت بالوزير اللواء إبراهيم حيدان إعطاء فرع الأحوال المدنية بأبيان كل الدعم والرعاية وتوفير كل الإمكانيات الضرورية والأساسية لتعزي نشاطه نحو الأفضل هذا وتفقد الأمين العام لمختلف الأقسام فأقسام فرع التصوير والبحث والطباعة والإصدار الآلي والسجل المدني والتقى بالعاملين مشيدا بالجهود التي تبذل في مكتب الأحوال المدنية بأبيان افتتح وكول وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ حسن الشيخ بمأرب دورة تدريبية للخطباء والتوجيه المعنوي في الجيش الوطني من ثمان محافظات لإكسابهم مهارات حديثة في فن الإلقاء والإقناع والتي تنظمها المكونات الدعوية بالمحافظة بتعاون مع وزارة الأوقاف والإرشاد وهيئة رئاسة الأركان العامة على مدى يومين وتهدف الدورة إلى إكساب خمسين متدربا من محافظات مأرب والأمانة والصنعاء والجوف ذمار وحج وعمران وصعد معلومات ومهارات حديثة في فن الإلقاء والخطاب والإقناع ومنهجية الإعداد والتحضير للخطب والقضايا التي تتمحور حولها وتعريفهم إلى فقه الواقع وأهميته وأكد وكيل الوزارة حسن الشيخ على أهمية هذه الدورة التي تأتي في إطار التطوير المستمر لمتسبي الوزارة ومكاتبها بالمحافظات وتعزيز قدراتهم في مجال الخطابة والإلقاء والتوجيه المعنوي سواء للمجتمع أو الجيش الوطني في ظل التحديات الفكرية والوطنية التي واجهها الوطن والمجتمع من جانبه استعرض منسق الدورة الشيخ عبد الرحمن الأعذل أهداف وبرامج الدورة عقدت بمدينة سيئون في محافظة حضر موت ندوة كبرى حول معارف ورؤى قرآنية فيما يتعلق بمشكلات المجتمع اليمني الاقتصادية نظمها مركز البحوث ودراسات التنمية بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية برعاة المشتركة من جمعية الفرقان لخدمة القرآن بحضر موت وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسة الأول بصار عن الحالة الاقتصادية في اليمن فيما تطرق المحور الثاني إلى متعلقات قرآنية بجانب الاقتصادي واستعرض المحور الأخير حلولا من وحي القرآن للمشكلات الاقتصادية قدمها نخبة من الباحثين والمختصين في الجلسة الافتتاحية وفي الجلسة الافتتاحية أشار وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحر عبد الهد التميمي أشار إلى أهمية الندوة في تصليط الضوء لدراسة الوضع الاقتصادي الوطني والعمل على وضع المعالجات والمقترحات المناسبة وفق أسس علمية دينية للنهوض به إلى ذلك أوضح رئيس مجلس الأمناب جامعة القرآن الكريم الأستاذ دكتور داود الحدابي بأن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات العلمية لمعالجة القضايا المعاصرة ورفع الوعي المجتمعي بدأت بمدينة سيون في محافظة حضر موت ورشة تدريبية خاصة بنهج تنمية القدرات والتحليل القائم على مراعاة النوع الاجتماعي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائية عبر منظمة الصناع النهضة ضمن أنشطة مشروع تعز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن وتسادف الورشة على مدى ثلاثة أيام ثلاثين مشاركة ومشاركة من ميسري الفرق الأساسية للمدريات المستادفة في محافظتي حضر موت الوادي والساحل ومأرب وفي اتتاح الورشة أشارى وأشادى وكل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراب دلهاد التميمي أشادى بالتدخلات النوعية لكافة برامج الأمم المتحدة الرامية لمساندة جهود السلطة المحلية مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لكافة المنظمات الدولية لتنفيذ برامجها المختلفة بما يسهم في البناء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة عقد مجلس الجامعة عدن اجتماعا لدورتي السابع لشهرين اكتوبر ونوفمبر العام الجاري برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور لمناقشة جملة من القضاء المدرجة في جدول أعمال المجلس بهدف تحقيق ارتفاع نوعيا في العملية التعليمية وأشهد الدكتور لصور بمستوى الانضباط الذي أبدته معظم كليات الجامعة تجاه انظمة الرقابة الأمنية من خلال استخدام نظام الكاميرات في مبانيها ومرافقها الداخلية والخارجية مشددا على ضرة التعجيل في عملية استكمال هذه الأنظمة في بقية الكليات المختلفة وذلك نظرا لأهمية مثل هذه المنظومات في تعز الجهود الأمنية بشكل عام واستمع رئيس جامعة عدن إلى مداخلات من عمداء بعض الكليات استعرضوا خلالها أسباب التأخر في إصدار أشهادات العراقيل التي تواجههم في عملية تسليم بيانات الكليات لإضافتها للسجل الإلكتروني الجامعي وتطرق الاجتماع إلى موضوع الدراسات العليا فيما يتعلق مستوى الانضباط بالبحث العلمي والالتزام بموضوع العناوين العلمية وتجويد العمل بشأن اختيار عناوين الدراسات العليا والبحوث العلمية مسارضا قضية المنقطعين عن العمل من أعضاء الهيئة التدرسية وتدرسية المساعدة في جامعة عدن التي تم تأجيلها من الفترة السابقة من أعمال الدورة السادسة مشددا على ضرورة متابعة بيانات المنقطعين واتخاذ كافة الإجراءات تجاه هذا الملف كما أقرى الاجتماع ما حضرت الدورة السادسة لشهر سبتمبر من العام الجاري مع الأخذ بالملاحظات التي أوردها أعضاء المجلس وتوصيات الجانه الدائمة برعاة وزير الصحة العام والسكان الدكتور قاسم محمد بحي بح دشنا وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي في مكتب الصحة السبوع العلمي لسلامة الدوائية الذي تقيمه الهيئة العليا وللأدوية والمستزامات الطبية وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتياقظ السلامة الدوائية مزيد من التفاصيل في تقرير زميل محمد الجداسي بحضور وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي تتبعية المجتمعية للاستخدام الآمن للدواء حفاظا على صحة الفردي والمجتمع طبعا الأسبوع هو أسبوع تيقظ الدوائي الذي هو من تاريخ 7 إلى تاريخ 13 نوفمبر من هذا الشهر الموضوع والمسؤولية لهذا الأسبوع هو استهداف المراكز الصحية بشكل عام والقامعات والمعاهد والكادر المخصص بالرعاية الصحية بشكل خاص وتعليمهم على نماذق الإبلاغ على الآثار القانبية وأيضا كيفية التعامل مع الأدوية المزورة والأدوية المشبوهة وكيفية الإبلاغ عنها توم بالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية ينفذ مكتب الصحة العامة والسكان على تدشين الأسبوع التوعوي من أجل تيقظ الأدوية هذا الجانب المهم الذي يمس المواطن يمس حياة الناس في جانب الأدوية المهربة وكذلك المزورة وأيضا الأدوية التي لديها التي يوجد منها آثار جانبية ستتنوع هذه الفعاليات في محاضرات وندوات ونزول ميداني سواء المستشفات وكذلك السيدريات والالتقاء أيضا بالناس والمواطنين للتعريف بأهمية الإبلاغ عن أي أدوية مهربة وأي أدوية مزورة أو أدوية يعني لها آثار جانبية خطيرة على سلامة الإنسان الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية يمثل أهمية كبيرة لتبعية المجتمع ووكالة الأدوية بمخاطر استخدام الأدوية المهربة ومجهولة المنشاء عدل فضائية محمد جداسية معرب رأس مدير مدرية أحورب في محافظة أبينا العقيد أحمد مهد العولقي اجتماعا للجنة الأمنية في المدرية لمناقشة تفعيل الجانب الأمني ووضع الخطط المناسبة للتصدي لأعمال البلطجة وتوحيد صفوف الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها مساهمة في تطبيع الأوضاع الأمنية بالمدرية وسهل الاجتماع بالترحيب بجميع القيادات الأمنية والعسكرية داعينا الجميع إلى العمل سويا بروح الفريق الواحد أو من يريد العبثة بالمشاريع الحيوية وسلامة عابري السبيل وتعطي للمصالح العامة وشدد العقيد أحمد مهدي على العمل بكل تفاني وأخلاص والضرب بيد من حديد حسب القانون لكل من يقوم بأعمال بلطجة من شانها أن تعيق المصالح العامة للمواطنين في المدرية أو عابري السبيل داعينا لعدم التعاون في ذلك اطلاقا من جانبه أكد قيادات وأركان القوات الأمنية والعسكرية الحاضرون على وقوفهم الدائم والمستمر المساسة بزعزعة أمن والاستقرار المدرية وأرباك السكينة العامة للمواطنين وعابري السبيل تفقد مدير عام مدرية ترتفان في محافظة لحج فضل عبدالله القطيبي سير العمل في مشروع استكمال الطريق الدائري الغربي لمدينة الحبيلين الذي ينفذه صندوق صيانة الطرق الجسور في عدن وبالتنسيق مع قيادة سلطة المحلية بالمدرية والتي تنفذ أعماله شركة أولاد صلاح للمقاولات السبع القطيبي خلال زيارته إلى شرح من المشرفين حول سير المشروع الذي وصلت فيه نسبة الأعمال إلى مرحلة المتقدمة مجددا حرص قيادة السلطة المحلية في المدرية على تقديم كافة أشكال التعاون مع الجهات المنفذة للعمل على إنجاح هذا المشروع المهم الذي طال انتظاره والذي سيضع حد لمعاناة المواطنين من خلال تخفيف الاختناقات المرورية والتي تحدث داخل المدينة مجددا شكره لوزارة أشغال عامة والطرق والمهندس معين الماس ورئيس مجلس دار الصندوق صيانة الطرق الجسور بعدن ولقيادة السلطة المحلية بالمحافظة تفقد مدير عام الصحة والسكان بلحجة دكتور خالد جابر ورافقه مدير عام الإعلام بالمحافظة سعدان مسعد اليافعي مستشفى ابن خلدون العام بمدرية الحوطة إلى الاطلاع على الترميمات والتأهيل الذي تقو به لجنة الدعم من رجال المالي والأعمال في لحجة وعدن حيث طافوا في أخصام الطوارئ والطوارئ التولدية وأشاد مدير الصحة الجابر بالجهود التي تبذل من قبل لجنة الدعم لإنجاز مرحلة التأهيل مقدما شكره لكل الخيرين الذين جادت أنفسهم لإنقاذ مستشفى ابن خلدون موجها الثناء والعرفان للمنظمات التي تدخلت في مستشفى ابن خلدون لرفع وطيرة العمل استمرار لتقديم الخدمات للمواطنين دشن فرع الهيئة العليا للأدوية والمستزمات الطبية بالحديدة بمدينة الخوخة أسبوع التياقض والسلامة الدوائية تسادف الطواقم الصحية والتجمعات السكانية في كل من مدريات الخوخة وحيث والتحيطة وأكد مدير مكتب الصحة في المحافظة دكتور علي الأهدل أكد أهمية الحملة في نشر الوعي الصحي ورصد العراض الجانبية المتوقعة وغير المتوقعة للأدوية بجانبه قال مدير فرع هيئة الأدوية الدكتور عبد الفتاح العولقي قال إن مركز التياقض السلامة الدوائية يختص متابعة جودة المستحضرات الصيدلانية بعد التسويق من خلال الرصد من خلال رصد العراض الجانبية المتوقعة أو غير المتوقعة للمستحضرات الصيدلانية والإبلاغ عنها تفقد فريق مركز الملك سلمال لغاثة والعمال الإنسانية مركز بناء القدرات لأسر الأيتام بمحافظة الحج ضمن مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم الممول من المركز بتنفيذ من مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية حيث تفقد مدير فرع مكتب الملك سلمان بعد أن صالح الذيباني تفقد سير تنفيذ أنشطة بناء القدرات للأسر المستدفة في محافظة الحج واستمع من المسؤولين عن النشاط إلى شرح تفصيليا عن سير الأنشطة والصعوبات التي تواجهها كما استمع الذيباني من الأسر المستدفة في النشاط إلى احتياجاتهم وانطبعاتهم عن النشاط وأكد الذيباني أن النشاطات ستساعد الأسر المعيلة للأيتام في تحسين وضعها الاقتصادي بصورة مستدامة من خلال فتح مشاريع تجارية صغيرة لتمكين الأسر اقتصاديا وتحويلها إلى أسر منتجة تعتمد على ذاتها كليا بجانبه أكد أحمد الأكوع الرئيس التنفيذي لمؤسسة يماني أن النشاط يهدف إلى بناء قدرات عدد ستة وستين أسر معيلة عدد ست وستين أسر معيلة للأيتام في محافظة لحج من أصل مائة وست وستين أسر معيلة في المحافظة المستدفة وفي المحافظات المستدفة وهي عدن ولحج مأرب لتمكينها من الحصول على مصادر دخل المستمر في مجالات العمل المختلفة عبر مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتوفير مستزماتي لتأسيسها نهاية النشر أشكرا لكم ومعطيب المتابعة للقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر